بعد ما فتحنا القبق وفتحنا الجانبي لذلك التنظيف راح نفتح الصندوق التنظيف ونحاول نسل طبعا الخزان هذا ببرغيين ببرغي هذا وبرغي داخلي نحاول نفتح البرغي الثانية بعد ما فتحت البرغي الثانية نحاول لا تكسر الودي من تسحب الخزان يعني مثل الكبس من جوه ترفع عليه فوق تسحب هاي القاعدة كينة تسحبه عليك لاحظ عجيزي حيث ما تنكسر الآن عندك السي نفصل الودي الحافظ بعد ما فتحنا الخزان راح نلاحظ مجموعة الأوراق المتطايرة الأسفل هاي الوحدة من أدن سببنا مشكلة بالانسداد الكافترج عند الحركة فأتخيل مدى المستداد الموجود أيضا من الشكل الموجودة اللي تلاحظ هناك بقايا الورق هنا بقايا الورق هنا بقايا الورق هناك كذلك هاي كله تسوي لك مشاكل سيف مشاكل بالضبع وتقلل الجودة الآن سوف نفتح هذا الخزان هذا الشكل الخزان بعد ما فتحناه نلقع دوامتي نتلاحظون انه مليان يعني حبر التعبان هذا الشكل الخزان اللي به الحبر الزايد اللي ما نحتاجه أو الخربان من خلال بعض مننا نرستها من كذا وتلاحظون انه متروس كذلك احنا مفتحنا لقينا الحبر هنا باقي بالتوب مالتي يعني انه هذا صارت ما تصحب الحبر إذا كتحتاج تنظيف حتى لا تخطب الترتيب القطعة الشبيرة اللي ما بها فتحة من فوق تكون من جانب القطعة اللي ما بها فتحة من فوق بس فتحة من جوه الأطفة الصغيرة تكون من جاهل بالآخر طبعا بننسى الطابعة بالصن ثلاثة علاف خمس ثلاثة علاف ومية وعشرة اما باقي الطابعة انشاء الله راح من سواء في ديوات طبعا من فتحت هذا الخزان خليتك قطعة كلينس جوه الفتحة مثل هاي الصون دي بالحبر الزايد لو تلاحظون شي قد صار بالكلينسة غدا ندل على الشي انه الخزان شامليان وما يسحب الحبر لذلك بقى بالسويندر وظل يؤثر على جودة للطبعة بتخليه بمكانه مثل السكاعة حيصير اتهت ننضيفه نرجع نشد البراق مثل ما فتحناها بالسابق طبعا لا تنسوا الاشتراك والدعم للقناة والضغط على الاعجاب طبعا نظفنا كذلك السفنجة هذي وهذه هالمكان نفس الترتيب هم تفتحها وتخسلها وتخليها بالمهشف واذا كان عندك جوحة فخليها برر شوية نساعة وتنشف طبعا بيها ثلاثة اشرطة وتركيبها سهل وفتحها سهل وما تقبل الغلط تجيب وتكبس حطاني القواف الفوق وورغين هنا نبر هنا وورغين نونة حسنا نشدها كملنا الشد ننظفنا الخزان ننظفنا الأطريبة والقطع على وراق الداخل الطابعة نتأكد ربطنا لأن نفحص على الكعرباء ونحط لنا ورقة عادية على السكنار ونشوف شين راح يطلع عندنا هاي الورقة كافية طبعا استنسقنا هاي الورقة تبقى الأصل هاي الورقة الحمد لله شغلنا النظيف مرتب أتمنى استفاديتم من هذا الفيديو إن شاء الله لدينا فيديوهات جديدة عن كيفية الربط على الواي فاي موهاي موديل 310-3150 خليكم ميانا وضغطوا على اشتراك وفعلوا زر الجرس لا تنسوا الاعجاب تحياتي لكم تحياتي لكم